تخيل انت خلصت عشر سنين من عمرك تأذن هاي الرواية خاصة للمؤذنين الله يحفظهم جميعا ان شاء الله تخيل انت خلصت عشر سنين من عمرك انت تأذن هذا فضلا اذا الله سبحانه وتعالى رزقك ان شاء الله طولت العمر وخلصت كل عمرك مؤذن الله سبحانه وتعالى اش راح يحسب لك وش راح يكتب لك تعال اسمع الثواب العظيم اللي لا يعد ولا يحصى يلا خلي نسمع عن ابي جعفر عليه السلام طبعا اخواني العزاء لا تنسون انا احذف السند باعتبار قعد اذكر المصدر بالاخير وعليه حتى لا يطول السند لانه السند تفضل الان سطرين ونص بس السند والرواية سطرين ونص يعني خمسة سطر نص نصها فقط السند ونصها شنو الرواية فانا انقل لكم الرواية والمصدر بالاخير بالاضافة لهذه الروايات المنقولة الروايات المرسلة الروايات الكذا ما قعد انقلها قعد انقل الروايات المسندة فقط حتى يصير أببال الأخوة اللي يدورونها التفاصيل المهمة على كل حال عن أبي جعفر عليه السلام يعني الإمام الباقر عليه السلام قال من أذن عشر سنين محتسبا يغفر الله له مد بصره ومد صوته في السماء ويصدقه كل رطب ويابس سمعه وله بكل من يصلي معه في مسجده سهم يعني أنت تأذن وتجي الناس تصلي وين تسمع صوتك صوت الأذان ويجعون يصلون بالمسجد اللي أنت تأذن به الله سبحانه وتعالى ينطيك سهم بهذه الصلاة اللي تصليها الناس زيان وله بكل من يصلي معه في مسجده سهم وله بكل من يصلي بصوته حسنة يعني الناس اللي تصلي داخل المسجد اللي أنت أذنت به إليك ثواب إليك سهم والناس اللي تسمع صوت الأذان بصوتك وتروح تصلي إليك بكل واحد يصلي إليك حسنة مليون مرة هنياء لكم وحاول قدر الإمكان إخواني العزاء الناس يعني لا تضجرون من صوت الأذان هذا ذكر الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ذكره بلسم للجراح بلسم الكل شي فلما ما شوية صوت السماع عالي صحيح بعض المساجد الحسينيات شوية مزودينها عن اللزوم ولكن هي كلها اش قدر يدي أذن خمس دقائق بين الأذان والقرآن عشر دقائق ربع ساعة تحملها على اعتبر سيارة ابو الغاز فايته من يمك اعتبر أبو المخضر فايته من يمك أي شي اعتبره لأنه هذا ذكر الله سبحانه وتعالى الكلام من كتاب ثواب العمال وعقاب العمال ثواب من أذن عشر سنين محتسبا صفحة 58 ودمتم بخير وفي أمان الله